لكن قبل ما ندخل في ضربة البداية خلينا نقول الخبر المهم الأهلي ومنتيري المكسيكي في افتتاح بطولة كأس العالم للأندية إن شاء الله تعالى فبراير المقبل في العاصمة الإماراتية أبو ظبل مواجهة مهمة جدا للأهلي مع منتيري لكن الأهم منها واللي فجرت قضية كبيرة جدا ماذا عن تضارب المواعيد بهذا الشكل الفج مع كأس الأمم الأفريقية أمر مضحك يعني يعني إحنا كل يوم نتحطه عشان كده بقولك هو الفرح لفين هل من المعقول أو المنطقي إن كاس العالم للأندية هيلعبوا النادي الآلي من غير 11 لاعب ولا 12 لاعب سواء المصريين المتحقين بمنتخب مصر أو الأجانب الأفريق المتحقين بمنتخباتهم أو أن يلعب منتخب مصر من غير 7 أو 9 لاعيبة من وحتى لو المنتخب يلعب من غيرهم تونس عايز علي معلول وجنوب أفريقيا عايز برستاو ومالي عايز أليو ديانج والمغرب عايز بدر بنون محدش هيجاملك محدش هيجاملك فإنت هذا كلام والله يعني لما لوحد يقعد يفكر في الرياضة دلوقتي لا شيء يعني يفقدنا جميعا متعة التزوق يعني زكاة الكورونا بتحرمك من حاسة الشم الإدارة الرياضية تحرمنا من حاسة التزوق ترجمة نانسي قنقر